الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أما بعد أعزاء المشاهدين فسلامٌ من الله ورحمةٌ من لدنه عليكم وبركاته بارك الله لكم وعليكم وجمع بيننا وإياكم على كل خير سلسلتنا سلسلةٌ جديدةٌ نبتدئُها بعون الله تعالى سلسلةُ أنوارِ بسم الله فأهلاً وسهلاً بكم في هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخوتي في الله سلسلةُ أنوارِ بسم الله اقتغسناها وهي عبارةٌ عن كلامٍ ألفه شيخنا وعالمنا الإمام الداعي الكبير محمد إلياس العطار أبو بلال القادرِ حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم آمين ألف كتاباً ونحن على أثره نقرأ هذا الكتاب بعد أن ترجم إلى اللغة العربية نقتبس من هذه الأنوار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في البسملة لنرى ما فيها من عجائب وأسرار أوردها لنا علماؤنا الكرام رحمة الله عليهم جميعاً ولكن في البداية أردت أن أجعل أول لقاءٍ لنا بما أننا نتكلم عن كتابٍ للإمام الشيخ محمد إلياس العطار القادرِ حفظه الله تعالى بما أننا نتكلم على كتابه وسنقول وننقل كلامه وما قال فوجب علينا في البداية أن نعرف هذا الشيخ ونتحدث عنه من هو فكثيرٌ من الناس وخاصةً نحن معاشر العرب لا نعلم الكثير عن علماء باكستان والهند وغيرهم من علماء الأعاجم الذين نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهم وبجميع علماء المسلمين إنه سميعٌ قريب فأخصص اليوم بإذن الله تعالى هذه الحلقة للحديث عن شيخنا الشيخ محمد إلياس اسمه الكامل أبو بلال محمد إلياس بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم فالشيخ حفظه الله تعالى من أتباع أهل السنة والجماعة عقيدةً فهو من أتباع الإمام أبي منصور لما تريده رحمه الله تعالى عقيدةً وأما المذهب الفقهي فهو من أتباع المذهب الحنفي الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى يتخلص اسمه بالعطار أي يلقب ويقال له أيضاً القادري نسبةً إلى انتسابه وبيعته في سلسلة الطريقة القادرية لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ويقال له الرضوي نسبةً إلى الشيخ الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة في الهند هذا بالنسبة إلى اسمه حفظه الله تعالى وأما عن ولادته فلقد ولد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ألف وثلاثمائة وتسعة وستين للهجرة الموافق عام ألف وتسعمائة وخمسين للميلاد في باكستان نشأ الشيخ حفظه الله في ظل أسرة كريمة ملتزمة رشيدة ملتزمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على التقوى والورع متسلح منذ نعومة أظفاره بالعلم والبصيرة دراسته الشرعية كان الشيخ ملنزماً لأعتاب مجالس العلماء الكرام وتلقى منهم العلوم الشرعية والآداب السامية وكان أهم شيوخه الذين لازمهم سماحة الشيخ المفتي محمد وقار الدين رحمه الله تعالى وقد لازمه إثنين وعشرين عاماً وقد أجازه أيضاً الفقيه المحدث شارح صحيح البخاري الشيخ محمد شريف الحق الأمجدي الهندي رحمه الله تعالى أجازه في الحديث والطرق وأخذ الطريقة القادرية من العالم الجليل الشيخ محمد ضياء الدين المدني رحمه الله تعالى ومن الشيخ العالم محمد عبد السلام رحمه الله تعالى ورحم الله جميع علماء المسلمين إسهاماته الدعوية بدأ الشيخ حفظه الله تعالى بالدعوة إلى الله تعالى ونشر العلم عملاً بقوله سبحانه قال تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين فكان في بداية طريقه حفظه الله طريق الدعوة وحيداً يجتهد بمفرده في الدعوة إلى الله تعالى إلى أن سخر الله تعالى له الناس فتجمعوا حوله وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل وما ذلك إلا بفضل الله تعالى وإخلاص الشيخ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وجميع المسلمين هذا الإخلاص ومن المشاريع التي قام بها الشيخ حفظه الله تعالى فتح معاهد لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم ثانياً فتح جامعات إسلامية للذكور والإناث ثالثاً إنشاء دور للإفتاء في جميع أنحاء العالم خاصة بمركز الدعوة الإسلامية رابعاً إنشاء القناة الإسلامية المسمات مدني التي تبث باللغة الأردية وإن شاء الله باللغة العربية على ما نحن عليه بإذن الله تعالى فتح دارة مكتبة المدينة للطباعة والنشر اختصت بطباعة كتب الشيخ وكتب أهل السنة والجماعة في اللغة الأردية والهندية والإنجليزية وأيضاً في اللغة العربية وضع لجنة لتحقيق الكتب والمخطوطات القديمة طلاب علم مختصين بتحقيق الكتب وتدقيقها والمخطوطات القديمة التي توجد في المكتبات الكبرى سابعاً تأسيس جمعية الدعوة الإسلامية والمركز العالمي جامع فيضان المدينة حيث يتخرج منه الدعاة ويرغبون الناس للسفر ثلاثة أيام في سبيل الله وتدعى القوافل المدنية جمعية مركز الدعوة أو جمعية الدعوة الإسلامية جمعية قائمة على الدعوة إلى الله وتخريج الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأما بالنسبة للقوافل المدنية هذا المصطلح الذي يطلقه مركز الدعوة أو جمعية الدعوة الإسلامية فهو عبارة عن أن يخرج دعاة مع قليل من الناس للاعتكاف في مسجد بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يأتكفون فيها ثلاثة أيام يتعلمون فيها ويتدارسون فيما بينهم ويعلمون الناس الذين يحضرون الصلوات الخمس في هذا المسجد فهي عبارة عن علم وتزكية ومدارسة وصحبة لأهل الطريق نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم وقد وصلت نشاطات مركز الدعوة الإسلامية إلى 72 دولة في العالم حتى الآن أما الاجتماع السنوي فهو يعقد في مدينة ملتان في باكستان هذا اجتماع سنوي يجتمع فيه كل الدعاة من مركز الدعوة الإسلامية من أنحاء العالم يجتمعون مع كثير من علماء العربي والأعاجم في هذا الاجتماع ليحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعوا إلى محاضرات العلماء والقرآن الكريم وغير ذلك من النشاطات الإسلامية ويحضر فيه الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم وكان الشيخ حفظه الله تعالى يقول دائما يعني شعارا له وللمسلمين وهو الشعار الذي يردد دائما على قناة مدني كان يقول يجب على كل مسلم أن يضع نصب عينيه مقصدا ساميا وهو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع الناس في العالم وقد اتخذه مركز الدعوة الإسلامية شعارا له في هذه القناة وما بين الدعاة أما صفات الشيخ وأخلاقه فالشيخ حفظه الله تعالى يتمتع بأخلاق فاضلة وآداب كريمة ومحب صادق للنبي صلى الله عليه وسلم ومجتهد بالاتباع الكامل للشريعة المصطفوية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقي ورع ذاكر لله تعالى متواضع كثير البكاء من خشية الله وكثيرا ما كان يغمى عليه من كثرة بكائه في الصلاة أو في المحاضرات أو في أثناء الدعاء لله سبحانه وتعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والشيخ حفظه الله تعالى داعية فصيح باللغة الأوردية ناجح وكان هذا سبب جذب الناس إليه في أنحاء باكستان والهند فجذب بإسلوبه قلوب كل مستمعيه والذين يحضرونه ويشاهدونه وأما عن مؤلفاته حفظه الله تعالى فقد ألف الشيخ كثيرا من الكتيبات والرسائل والمحاضرات التي دونت وكانت ذا قيمة ومنفعة كثيرة جدا بين أهل باكستان والهند حيث ألفها باللغة الأوردية وبفضل الله سبحانه وتعالى تمت ترجمتها إلى اللغة الأنجليزية واللغة العربية واللغة الهندية ركز فيها على إصلاح وتزكية النفس كانت مجمل رسائله حفظه الله تعالى مهتمة بإصلاح وتزكية النفس والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يتأثرون بمحاضراته ودروسه وكتاباته فتاب على يديه الكثير من الناس في باكستان وغيرها من الدول وكان الشيخ من ضمن اهتماماته أيضا الاهتمام بالشباب حيث كان يهتم بهم وما يرغبون حتى يجذبهم إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا تعريفا عن مجمل شخصية الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى وسنبتدئ بعون الله وتوفيقه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بالحديث والبدء بكتاب أنوار باسم الله الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به وأن يجعل جمعنا دائما على خير إنه سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد للمشاهدة شكرا